بيمين بعض الأشخاص لاستخدام تليفوناتهم قبل النوم وهات بعرضهم لمخاطر جسيمة على المستوى العضوي والنفسي ومن أبرز الأضرار وفقاً لموقع Psychology Today هي قلة النوم بسبب الضوء الأزرق اللي بيصدره التليفون وهات بيأثر على إنتاج الميلوتورنن هو واحد من أهم الهرمونات المسؤولة عن النوم الموقع ذكر كمان أنه تلف الشبكية والاكتئاب هم من الأعراض السلبية اللي بسببها استخدام التليفون قبل النوم وبين أن الأشياء الكهرومغناطيسية اللي بيصدرها التليفون ممكن تزيد فرص الإصابة بالسرطان عند التعرض لها بصورة مستمرة إضافة للإصابة بالسمنة لأنه هرمون الجوع ينشط في الساعات المتأخرة من الليل وهذا يؤدي لإستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة ومع انخفاض معدل الأيد في ساعات المساء يقوم الجسم بتخزين الأطعمة على هيئة دهون سفينة مايفلاوا أو السفينة الروبوت هي آخر الإختراعات المتطورة في المجال البحري واللي بيميزها إنها مصنوعة من الفولاذ ويبلغ طولها 15 متر وتعمل بالطاقة الشمسية وهي السفينة عم تتحضر لتقوم بأول رحلة إلها ورح تعبر فيها المحيط الأطلسي بدون سائق يتحكم فيها رح يتم عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رح يشارك أي إنسان في الرحلة اللي بيبلغ طولها أكثر من 5000 كيلومتر باستثناء في حال وقوح حادث يستدعي لتدخل بشري وبالوقت اللي استحوذت الطائرات بدون طيار والسيارات الثاتية القيادة على اهتمام كبير يعتقد الخبراء أن الشحن المستقل على وشك أن يحقق اختراق لهذا المجال وبنكمل أخبارنا من تجربة لشركة فرنسية أثارت الجدل ونالت إعجاب كثير من الأشخاص حول العالم بعدما قدرت تصنع طائرات بتشبه في شكلها الخارجي المنطاد وقادرة على نقل وإنزال البضائع بدون ما تسبب أي أضرار للبيئة وفقاً لموقع بيزنس إنسايدا ووضحت الشركة القائمة على المشروع أنها صممت منتجها ليكون صديق للبيئة فالطائرة بترتفع للأعلى بفضل غازي الهيليوم وبتتحرك في الجو عن طريق نظام دفع كهربائي هجين بالإضافة لكونها ما بتحتاج بنية تحتية معينة أثناء الإقلاع والهبوط واللي بيميز هاي الطائرات على المناطيد التقليدية أنه هيكلها الخارجي صلب ولا يمكن تفريغه من الهواء وتم تصميمها في البداية لنقل الأخشاب من وإلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها بالطرق التقليدية وهي قادرة على شحن 66 طن اشتركوا في القناة